موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجزو الرابعة من قناة المرابطون أهلا بكم دعت رابطة التنمية الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقدته بن واكشوت إلى ضرورة توطيض اللحمة الوطنية خدمة للسلم الاهلي وتفشي المحبة والخوة بين مختلف المواطنين قالت الرابطة المكونة من عدد من الأمة والعلماء إنها تسعى إلى خلق إطار توافقي يجمع الموريتانيين ويبعدهم عن الفرقة والخلاف اختتمت بالعاصمة واكشوت أعمال ملتقى وزراء الداخلية بدول المغرب العربي وقد بحث الملتقى التحديات الأمنية التي تواجه دول الاتحاد والأليات التي تمكن من خلق تعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات في مقدمة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات قال نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم للمختار السالم إن ممثل الهيئات الصحفية الموريتانية اتفقوا مع الرئيس الموريتاني خلال اللقاء الذي جمعهم به أول أمس في القصر الرئاسي بن واكشوت على تنقية الحقل الصحفي وحماية الحريات الإعلامية في البلد جاء تصريح المختار السالم خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين الموريتانيين صباح اليوم بن واكشوت نظم ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأحراطي مساء أمس مأسرة بمناسبة الذكرى الثانية على تأسيس الميثاق شارك فيها ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وأكد قادة الميثاق على ضرورة منح الحراطين المزيد من الاعتبار والإنصاف ندد عدد من سكان بلدية دار البركة بمقاطعة بوغي في ولاية البراكنة بما سموه إقدام السلطات الموريتانية على استئجار مساحات تقدر بأكثر من 900 هكتار لمستثمر سعودي في منطقتهم لفترة زمنية تتراوح ما بين 25 إلى 90 عاما طالب ممثلون عن المناطق المتضررة خلال مؤتمر صحفي عقده بن واكشوت السلطات الموريتانية والمنظمات الحقوقية بالتدخل من عجل أنصافهم نهاية موجز الرابع مشاهدنا الكرام يمكنكم متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهر على الشاشة السادسة نشر إخبارية مفصلة ومباشرة بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة